فاروح صلاح كان التقى السفيرة المصرية السيدة السفيرة المصرية داليا فايز غبريال سفيرة مصر في الكاميرون عن حضور الاهل واجواء المباراة نشوف اللقاء معالي السفيرة برحب بحضرتك على شاشة قناة الناد الاهلي ومجهود كبير جدا متعودين عليه دايما من حضرتك متعودين معه من الخارجية المصرية في كل المكان دور كبير جدا بنشكر حضرتك عليه من خلال قناة الناد الاهلي العفو مرسيدة واجبنا احنا طالما جيتوا هنا في المكان اللي احنا فيه فانتوا تعتبروا اولادنا فلازم ناخد بالنا منكوا كويس وكمان بتشرفونا فبالتالي شرف لينا معالي السفيرة التنسي والترتبات اللي تمت مع بعثة تفريق الناد الاهلي والبعثة بالكامل يعني اصناء تواجد البعثة في جنوب افريقيا وانا عارف ان فيه ترتبات تمت اصلا قبل تواجد الفريق وتوجهه الى جنوب افريقيا هوا من الاول كابتن سامير عادلي اتصل بيا يمكن قبل البعثة ما تسافر جنوب افريقيا فترة عشان يتطمن ان احنا هنصدر التأشيرات لفريق القطن بسهولة ويعرف ايه الاجراءات اللي بنعملها علشان برضو نفس الاجراءات تتعمل للفريق وهو بياخد التأشيرات ويكون فيه تنسيق متواصل علشان نعرف الباقي الطيارة هتوصل امتى ومواعدها ونصقنا مع مكتب مصر الطيران عشان نضمن ان الطيارة اخدت كل التصريح واستنناكوا في المطار وكملنا مع بعض اه يعني برضو نقرب الجمهور لان حالك ايه زي ما صرحت لنا قطعت مسافة اكتر من 800 كيلو ما بين ياويندي الى هنا الجروة هي المسافة من ياويندي لان ياويندي في الجنوب وحنا هنا في اقصى الشمال المسافة حوالي 800 كيلو هنا الطرق مش قد كده طرق بتفكرنا بطرق مصر زمان قوي يعني فبالتالي 800 كيلو دي اتخذت على يومين فاليوم اه ما بنقدرش ناخدها كلها لانها بتتخذ في حوالي 16 ساعة فطلعت العربية من قبلها بيوم وفضلت انا قاعدة منتظرة طيارة وهنا الطيران برضو مش زي طيران الداخلي بتاعنا كل يوم وكذا رحلة في اليوم وكده لا يعني ما صدقت لقيت مكانة طيرا وكنت قاعدة بمعنى صحف المطار منينا بقى على باسة فريد نادي الآلي وخلاص المباراة غدا بمشية اللي آخر الامور اللي هتتم بيعني التم الترتيب لها بعزي المباراة ايضا افراد الجالية المصرية اللي موجودة هنا ودخولهم للمباراة وزي ما احنا سمعنا ان هنا في جروة او في الكاميرون صرحوا او لدولة نادي القطن الكاميروني صرحت انها تفتح ابواب الجماهير الاستاذ للجماهير مجانة ما اعتقدش موضوع فتح الابواب لجماهير مجانة لان ده انا كنت بتكلم مع ممثل الاتحاد الافريقي وقال لسه الكلام ده كله هيبان في الاجتماع اللي هيتعامل النهاردة الاجتماع الفني وكنا بنتكلم على الاعداد اللي هتمنح للمشاهدين المصريين فقال لنا العموضوع ده بيخضع للاجراءات زي ما مصر عملت زي ما نادي الاهلي عملوهم في مصر هيدوا نفس العدد تقريبا بالنسبة للتذاكر هو في جروة ما فيش مصريين كتير ولكن في مجموعة عربية وكلهم طلبوا سواء لبنانيين او يمنيين او كده كلهم طلبوا التذاكر علشان يحضروا معنا المباراة بكرة المباراة المفروض هتكون ساعة خمسة بتوقيت هنا هو بس المشكلة الوحيدة ان الحرارة هتكون في حدود ثمانية وثلاثين لكن الرطوبة مفيش رطوبة دي حاجة ما يبقاش لتنين يعني فان شاء الله يكون هو زي دلوقتي لان احنا ده في نفس التوقيت بيتعامل التدريب في نفس التوقيت فان شاء الله يكون الجو محتمل بكرة ان شاء الله معالي السفيرة داليا فايز لو حابة توجه الرسالة للعاب النادي الاهلي بروح المصرية عايزة اقول الاهلوية ونتكلم برضو بالاطار الدبلوماسي المصرية قبل ما نكون اهلوية تحب تقولي ايه اللعب النادي الاهلي هقولهم جود لك وانتم عاوديننا دايما ان بننسى اي حاجة وبنلعب مطشط حلوة وبنعمل سكور حلو وده اللي عايزينه هنا وكمان اي جمهور هيجي بكرة من القطن الكاميروني او من جروة عموما هم جايين علشان يشوفوا النادي الاهلي وكان فيها فتات محطوطة قدام القطال مكتوفيها بيرحبوا بالنادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا والبطل افريقيا وكده فالناس جاية تتفرج عن النادي الاهلي فعايزين حاجة على قد السمعة الكبيرة دي وعلى قد اهتمام الناس بها اعتقد كلمة مهمة جدا اللي احنا لمسين حالة الويد اللي عند الشعب الكاميروني في استقبال بعثة الفريق النادي الاهلي وفي استقبال الفريق النادي الاهلي وهم عارفين يعني اين نادي الاهلي بالزبط هم عارفين يعني اين نادي الاهلي وفرحانين به جدا حتى انت هتلاقي هنا هشوف كل اللي هم العاملين في الاستاد وهما بيتفرجوا على التدريب بفخر انهما بيتفرجوا على النادي الاهلي واللي احنا سمعينه ان اتحاد الكورة بتاع الكاميرون فيه الناس كتير ممكن تيجي بكرة علشان النادي الاهلي علشان يتصوروا معايا لانا عايزа أقوله إمبارح في المطار واحنا بنستقبل الطيارة ما كنتوش شايفين الناس قد إيه بتصور الطيارة بس من قبل العيبة ما تنزل والكلمة اللي بتتقال دي طيارة مصر الطيران واللي عليها النادي الاهلي فإنحنا نصور الطيارة علشان جواها النادي الاهلي طبعا تعتبر حاجة مهمة أعزائي مشاهدкое صشفى القناة النادي الاهلي في كل مكان اعتقد كلام من القلب من معالي السفيرة داليا فايز سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون اللي اتكلمت وتحدثت عن أمور هنا شعب الكاميرون تأديره لقيمة ومكانة النادل أهلي واسم النادل أهلي اعتقد رسالة مهمة جدا تصل للعبت النادل أهلي اللي ان شاء الله يدلله ويبرهنه هذا الكلام اللي نشوفه في أرض الملعب ان شاء الله ويكون يوم موفى لفريق النادل أهلي في مباراة القطن الكاميروني بإذن الله طبعا حديث جميل وراقي من ساعات السفيرة ولكن قالي الحاجة عايزة وضعها لحضراتكم قالت المسافة 800 كيلو في طرق مش أحسن حاجة اتخذت على 16 ساعة دي لا تتحدث عن النادل أهلي أهلي راح بطيارة نزل في المطار اللي بينه وبين الفندق 15 دقايق لكن اتحدث على مشوارها هي والمسؤولين في الصفارة من العاصمة من يويندي في الجنوب لجروة في الشمال إلى جروة جروة اللي هي ماسقط رأس عيسى حياته ويعني قالت إن الشعب الكاميروني في جروة تحديدا يعني شايفين قيمة الأهلي وحاسين به لدرجة قالت تعليق مهم جدا له علاقة هنربطه بالفقرة اللي فيها شرح إن الجماهير كانت حريصة تصور الطيارة قبل ما وهي بتعمل يعني هبوط علشان جوال لعيبة ما شوفوش حد لسه لأن كلمة اتصورت الطيارة عشان جوال لعيبة للأهلي هنرجع لها عشان دي المكانة الذي تحق للأهلي الامتيازات الكبرى كما سنشرح بعد قليل ترجمة نانسي قنقر